اهلا بكم كل عام انتم بخير رمضان كريم هنحضر للكحكو البسكوت البتيفور ابتدينا مبارح بالجاتو وقلنا ان هو ممكن ينفع كيكة وقلنا بالنسبة للشوكولاتات حتى ورناكم ممكن نستعملها اذا كنا نسيح شوكولاتة احطها غطة للكيك ازاي او ممكن نعملها جناش ازاي وتواصل ان احنا وعدناكم ان احنا مش هتكون النهاية ان احنا نتكلم على الصحور والفطار ونبتدي كحكو بسكوت والاكل الرئيسي نهاردة هنعمل كفتة وخصوصا نجدنا اسئلة كتيرة على موضوع الكفتة اللي هي بيبقى فيها مشكلة اسناء ما هي بتتطبخ بيبقى بتسقط او بتوقع والسبب احنا ذكرناه بس هنكرره وهنقوله ونعمل برضو الكفتة بتاعتنا النهاردة مختلفة شوية اهم حاجة وانا بعمل اجيب العجين او اجيب اللحمة المفرومة هستعمل نفس الكمية من الضاني والبقري يعني بحط الاتنين قد بعض نفس الكمية بقري وضاني لو حطت بصل في الكفتة مهم جدا ان هو يكون بصل مفروم ناعم في معظم اللي بيعملوا الكباب بيعملوا ايه بيجيبوا البصل يضربوا في المفرومة ينزل عصير ياخدوا المياه منه ينقعوا بيها اللحمة اللي هي الشقف والتفل نفسه اللي هو بيفضل بيبقى هو اللي بتحط في الكفتة ليه بتحط حتة صغيرة ورفيعة انها لازم تتداخل في بعضها وتبقى سهلة ما تبقاش فيها كتل اما التدبيلة بنحط هنا شوية من البهار شوية من الملح والفلفل وبقدونس نفس الفكرة البقدونس بيكون مفروم ناعم يعني بيكون مفروم ناعم جدا وسبب ان كل ده يتحط في قلب السيخ ويبقى سهل علي ان لما احطها في قلب السيخ ما تقراش وبدعك اللحمة دي تجمد احطها كده كل المكونات تدخل في بعض بقى متداخلة مع بعضها زي العجينة بعملها لكنها عجينة كده ناعم اخرلس ودي اللي ببتدي اعملها واحطها في السيخ اللي هي هتبقى كفتة بس نتأكد زي ما قلت انها تكون انا بحسها بايدي يعني بضغط عليها تطلع من كل حتة هنا هوت وبعدين يبتدي نحطها في قلب السيخ السيخ الكفتة غير السيخ الكباب فيه السيخ اللي هي المربعة ديت اللي هي بتبقى مستطيلة دي ما قدرش حط فيها كفتة لسبب احنا عايشان نحمر الكفتة اللي انا عايزه اعمل ايه ان انا ما بجي احط اللحمة هنا هوت في قلب السيخ ممكن تبقى واحدة او اتنين او تلاتة وبعد ما بعملها بشكلها يعني اعملها بشكلها اضغط عليها اللي انا كنت قصد اقوله ان عشان الكفتة تستوي ايه اللي هيستوي اللي هيستوي الكمية اللحمة من هنا لغاية السيخ نفسه يبقى اذا لو انا حطتها هنا هو هيبقى كمية لحمة كبيرة والسيخ رفيع مش هيقدر يمسك الكفتة فده بقى كويس ومناسب للفراخ لقطع اللحمة لكن مش للكفتة وباجي بالكفتة بعد ما بعملها بتأكد انها كلها بتبقى بتضغطها كده هوت بتأكد انها بقت زي العجينة بقى حطها هنا في قلب السيخ وبعدين اسويها على اساس تبقى بضغطة صبعي دي تبدلها الشكل واتأكد انها لزقة في قلب السيخ ليه بتلزق في السيخ او ليه بلزقة في السيخ لان الكل بيشتكي ان لما بحطها على النار واسويها بتقع انا مش هحطها مباشر انها تلزق على النار مباشر لأ ما بخلاش تبقى مباشرة ممكن نعمل سيخ هنا كمان بسرعة بخليها تبقى مرتفعة شوية ونسبة الدهن بتكون حوالي 20% ما بين اللحمة نسبة والدهن اللي محطوط 20% دي بحط هنا خطع تانية من الكفتة والدهن اللي موجود فيها هو ده اللي بينزل على الشوية على الفحم ولما بينزل على الفحم هو ده اللي بيدي الريحة لان لما بيطلع الدخان بتاعه بيدخل جوة اللحمة نفسها فبيديلها اللي هو طعم ونكة الكباب اللي هو المشوي بعد ما بحطها ينوع بلاز مقلبها يعني بقى بحطها بمجرد ما حطتها قلبتها لانها ابتدت تتقل يعني دي بتدت تستوي وتتقل لو سبتها تتقل هتروح وقع فزي ما بنقول بنخليها تتماسك من هنا وبعد هنا بتدي اقلبها يعني سبها دقيقة دقيقتين عبال ما بتتساب هنا دقيقة دقيقتين ممكن نحط هنا نحط شوية من الخضار نعمل شوية فلفل هنا ده ممكن نستعمله للفلفل نشوي مع الكفتة او مع الخضار اللي احنا نعمله ممكن نحط طماطم ممكن نحط اصناف كتيرة جدا بس بقطع الطماطم هنا من النص ونفس الشيء بالنسبة للبصل ممكن نحط خطعة البصل او نكتفي بان احنا نحط هنا واحدتين طماطم او طماطم اطوعاتين وبقلب هنا هوات بمجرد ما باشوفها ابتدت تستوي خلاص بقت بقت دي جامدة ومسكة بقت هنا دي جامدة ومسكة خلاص الكفتة ده رح اركع مش هتقع بقت متماسكة وشوية الدهن اللي بينزرهم هم دول اللي يطلعهم الدخان اما الخضار عايزوا يتشوي وعايزوا يتعلم فبحطوا مباشرة على الفحم والفحم لازم يكون سخن جدا ما يكونش فحم لسه مولعه يعني بعد ما بسيبه وقبل ما تحول لجمر يعني ما بقاش برضه جمر وطراب لازم يكون سخن كافي ويستحمل نقلب الكفتة مرة كمان لبقى دية المرحلة اللي هي أهم مرحلة بعد كده بسيبها ما بيجراش حاجة نيجي بعدين نقول هنعمل مع بعض هنا تدبيلة تانية وهتكون من للدجاج الدجاج لو بستعمل الصدور او بستعمل اللحمة اللي هي بتاعت الرجلين حسب نسبة الدسم فيها فعشان احميها بحط شوية هنا من التوم شوية من الزبادي اللي هو الروب وشوية من الجسط الطيب صغارين كركم بسيطة هنا ممكن نحط لها شوية زيت صغارين مش كتير ولو حابب يما بحط شوية خل او عصير لمون بس شوية خل صغارين بيكونوا من نسبين وناخد اتصار دول هيبقوا تدبيلة قطع اللحمة اللي هي هعملها زي فكرة الكباب برضو بس هتكون بقطع الدجاج اللي هي من الرجلين ومن السدر بس بقطعهم كلهم في نفس المعيز ألو 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 صباح النوت سيعيشك مفيدة أهلا وسهلا مفيدة من تونس يا أهلا وسهلا زيكي مفيدة من خاطلك كنت زوق وبشكرك جدا كنت تتفرج عليك ده من زوقك وبشكر كل جمهور تونس من خاطرك قريبا أهلا سهلا النزير العمال الجاراج الجاراج فتلا بد ت معفت عملها إنت ولا بتديدة من نحلات أي واحدة زي Zach زي إيه امبارح عملت إيه انت عملتها جاتوا عملتها جاتوا اه امبارح عملنا الجاتوا انت عملتها جاتوا احنا كريم Gelach الكريمة باشتريها سايبة اللي هو الكريم فريش اللي هو الكريم شانتي اللي انت ما بتضربيه بتخفقيه ببقى كريم شانتي فهو دا الكريمة اللي انا استعملتها اعمل فرقك يا شف نعم بشكر جدا يا شاف وكل مرة بسكت بحيات حلوة بجيت هذي تونس وكل رائعة وبشرك جدا وإن شاء الله رمضان مبروك وعايز مبروك أمين يا مفيدة وألف ألف ألف شكر لاتصالك ومن زوائك هنعمل هنا شوية من السرطة السريعة هيبقى من البصل والبقدونس والسماء وبأثناء مكالمة مفيدة أنا قلت أسوي هنا المشاوي اللي هو بيبقى الفلفل والطماطم وبعدين قلت أعمل فكرة الدجاج بنفس الطريقة بس الدجاج ممكن أعمل حطها في السياق برضو اللي هي بتبقى مربعة كده هوت لأنها بتبقى قطعة كبيرة فنحطها هنا ويبقى شويها بنفس الفكرة يعني الفكرة كلها هي إزاي أتبلها وليه أتبلها وتتتبل لمدة قد إيه فكرة التدبيل أن أنا بحط كمية من الدهن أنه هو لما أحطها على الشواية وأسيبها تنزل شوية من السائل هي دي اللي بتدي طعم وريحة وناكة وبتكون حجمها قد بعضها ولما أحط قطع الدجاج بس تعمل واحدة بتكون اللي هي باعتبرها أنها تكون شوية منها من السدر وشوية بتكون من الرجلين بعد كده بنسوي دول ونبتدي نغرفهم وعشان أغرفهم وعمل لهم طعم وناكة تانية ممكن نستعمل شوية صغرين من الفلفل دوت بيبقى معجون فلفل ومعجون طماطم ده مش فلفل حامل ومعهم الاتنين بنحط شوية زيت زتون وممكن نحط هنا نقلبهم وبجيب خبز ممكن نحمره نشوي هنا هوت أو نقلمه نقدمه هنا مباشرة نحط الخبز هنا وعندي اختيارين اما باخد الخبز ده وابدهينه وعمله بالطريقة ديت وعمله أكينه هيبقى زي السندويتش يعني احطه كلزاء ما بينهم ما بين الاتنين ما بين الرئين وعشان ياخد طعم هناك حطها واضغط عليهم يأما بحطها فوق الكفتة وفوق الدجاج وبقلبهم أو بكون مسويهم وهم نفسهم بحطهم واغرف عليهم يأما بجيب الحشو اللي انا عملته من البصل والبقدونس ونحطه جواه بعدما بنشوي الخبز شوية يحب كده صغيرين نحط شوية جواه هنا هوت وبقفل الخبز واحمره مرة النحية دي والنحية دي وأسيبه عبالة لما يبتدي يستوي شوية ناخده نحطه ولو اتبقى عندي شوية تانين نحطهم كده ها ونبتدي نغرف اللي هو المشاوي اللي هي أصلا فكرتها كانت في التدبيرها يبقى ازاي انا تدبلتها هي دي اهم حاجة الكفتة اللي عندي هنا تقريبا شبه استوت ويجيبها هنا هو نضغط عليها كده ده بيكون فكرة الكفتة نجيب السيخ التاني نفس الشيء نحطها كده لو عايز اغرف كل واحدة اللي هو واحدها يعني ممكن احط الدجاج في واحدة والكفتة لوحدها او لو حابب نحط كله مع بعضه انا عامل شوية من نفس الفكرة اللي هو الفلفل اللي احنا عاملينه يعني هنا الفلفل والبصل ممكن للتزيين في الجنب وما بينهم ممكن نحط هنا الخبز تقريبا ابتدى المشوي ابتدى يستوي نرفع اتنين من الفلفل اللي هنا عالجنب يعني اثناء الاتصال ما خدش وقت كتير الشاوي طبعا الدجاج انتوا جايز بيتمش شفتوه من الاول خالص لكن الفكرة فيه ان بعد ما بعمله هنا هون نرفع الخبز ده وستوى بتأكد ان الدجاج نفسه بغده وبقلبه عن ناحيتين يعني بحمره بس الدجاج بيكون ملامس الكفتة ما بتبقاش ملامسة للشواية لكن الدجاج المفروض يبقى ملامس للشواية نعملها هنا وكذا نبقلبها النحية التانية ودول بيبقوا قطع الدجاج هساوي هنا الطبق بتاعنا اللي هو بتاع المشوي وهنروح الميدان هنعمل معكم في الميدان طبق من شيش البرك هنوريكم ازاي ممكن نتعمل مع المرأة ازاي بقى طبق بداية ممكن يكون رئيسي ولما نرجع هنعمل بقية الاطباق اللي هي بنحضر نفسنا للعيد ده لما نشوفكم على خير ونكمل معاكم ان شاء الله لسه بنكمل معاكم في رمضان المعجنات والمعجنات مش لازم يكون خبز بس لا ممكن تكون حاجات في الشربة حاجات في المرأة وقبل ما ابتدي هنا انا اصلا مسخن الوعاء دوتر اساسة هجيب حليب او هستعمل لهو الروب اللبن ودوتر هيكون اللي ممكن تعمل فيه الكبة اللي ممكن تعمل فيه حاجات كتيرة اللي هو بيبقى بس يا دوبك اللبن ممكن احط عليه بيض او بيض بيض مع شوية نيشة صغرين بدوب النيشة ينوت ممكن ادوبها في شوية بيض بيض وبقلبها واسيب دي تغلي على اساس دوت ممكن نحط فيه او نسوي فيه العجينة اللي احنا عايزين نعملها سوا والعجينة هيتبه متعددة الاغراض حسب البلد وحسب احنا نستعملها ازاي يعني ايه يعني العجينة اللي احنا بنتكلم عليها هتكون عجينة زي فكرة المكرونة بس مش هحط فيها البيض كل اللي هستعمله هيكون يعني منتجات الالبان فيها كتيرة حليب ملح وبحط معادية حليب وملح وبعجنهم مع بعض حط هنا شوية الحليب ومن غير ما بستعمل اي نوع من البيض اللي هي فكرة العجينة اللي انا بعملها اسمها آآ مانتو ممكن تسموها اللي هو الشيش بارك يعني الفكرة نفسها العجينة ممكن تتطبق في الفرن لو عايز ونصها في الفرن انا نعملها اكتر من حاجة اكتر من نوع واكتر من طريقة يبقى ما فيها الشينا دلوقتي اي نوع من انواع البيكينج باودر والبيكينج سودا ولا الخميرة ملح وحليب وشوية حليب نزود لها شوية الحليب بعد ما بعمل دي بس بس بسيبها انها تريح شوية على اساس العجينة نفسها تبقى طريقة كافية يعني تبقى طريقة كافية الفكرة ينهوت ان باخد العجينة نفسها وانتضحها هنا بعد بسيبها بتريح ونفردها آآ طريقة جدا يعني حتى لرمضان بتبقى مناسبة قوي وممكن نحط فيها مواد اللي هي لحوم دجاج اي نوع احنا عايزينه وبريقها اعملها رؤياء نفردها طريقة ديت ونشكلها ممكن نعمل واحدة منها مربعات ممكن نعمل واحدة منها دواير او نعملها زي فكرة التلطليني بس طالما احنا بنقولش مكرونها بنقولي اما منتو اما شيش بارك يبقى خلينا نتكلم منتو وشيش بارك دي بتكون سمك العجينة ونجيب القطعة ناخد القطعة هنا ونحط القطعة في شوية صغيرة من الدي وبنقطعها بالطريقة ديت و ممكن نقطعها كمان مربعة يبقى ديت العجينة اما الحشو ممكن نحط شوية صغيرين من اللحمة قبل ما بحط اللحمة يفضل ان انا قادهن العجينة نحط شوية هنا اللي هو اللزاء اللي هيمسك هنا هوت نحط شوية بيض بيضي هنا بيه باخد شوية من اللحمة بحطها في قلبيها من جوه شوية صغيرين ممكن تكون دي جبنة لو احبين شوية اللحمة ونفس الفكرة بنعملها مدورة وبنعملها مربعة نجيب عجينة تانية بتبقى نفس الفكرة برضو بفردها رؤية وبتبقى رؤية على اساسا مقفلها ما تبقاش العجينة فيها كتير دي ممكن نعملها بطريقة تانية على اساس تشوفوا طريقتين للفرد او للحشو نحطها بالطريقة ديت كده هون وبعدين بنحط الحشو نشكله هنا نحطها نقسم ديت على اربع يعني ممكن نقسم ديت تبقى اربعة بالطول نفقط شوية لحمة ونسيب مسافة ولحمة ونسيب مسافة ولحمة ونسيب مسافة وبعدين نقطع ديت بقطعها بالطريقة ديت ممكن نقطعها كده هون واقطع واحدة تانية بدها واحطها فيها يبقى انا عندي دلوقتي ديت اللي انا قطعتها ونقفلها بالطريقة ديت وبعدين نقطعها كده يبقى عندي دول بنقطعهم ونحطهم لو في زيادات نحطهم في الفرن لو انا عايز ممكن اديهنها بيط او اخليها زي ما هي جيب الصينية وهستعمل صينية غويتة مهم جدا ان انا استعمل صينية غويتة واقول لكم لي لان انا عايز اسويها في الفرن نحطها هين هوت تأكد انها اتقطعت تماما هنا نقطعها نفس الشيء من هنا وبعدين بدخلها الفرن دي لما بدخلها الفرن بسويها نصف تسوية نخدها نحطها في الفرن نجيب حاجة هين هوت نشيل بيها من الفرن تديت ونطلع التانية وبسويها نصف تسوية يعني دي بتبقى مستوية وبطلعها سخنة واسويها نصف تسوية بعدين بحط عليها شوية مرأة يعني انا سبتها تستوي والمرأة بتكون سخنة فتخالوا المرأة سخنة هنا بحطها هنا وبكمل سوها في الفرن برجحها الفرن مرة كمان يبقى هي مستوية نصف تسوية وبقيت السوى بيبقى هنا في الفرن نيجي للنوع اللي احنا عملناه المدور ونقفله بطريقة مختلفة شوية باجي للمدور دوت بقفله بعمله نص دايرة بعملها نص دايرة كده وبعدين اروح قفلها بصبع يعني اعملها كده وصاحبها بصبع على النحاء التانية فدوت بيكون الشكل بتاعها يعني بعملها كده فكرة التورتيلين تبقى مقفولة من فوق مقفولة من تحت دي ممكن تدهن بشوية صغريين من البيت لو عايز او بخليها زي ما هي يبقى عندنا الاختياري ايما بدخلها الفرن او ممكن اسويها مباشرة بقى في الحليب اللي احنا ابتدنا او اللبن اللي احنا ابتدنا عملنا الروب الاول وابتدنا به وقلت ان انا بعمل داية يا فكرتها بحطها في قلب الفرن واسويها زي المربعات اللي احنا عملنا يبقى دا نوع عملنا سوا او ما بسويهاش واخدها هي واسويها في قلب ال هنا دلوقتي داية تبتدت تبقى غليزة او سميكة اللي هو بيبقى الزبادي باخد داية واسويها في الزبادي مباشرة داية زي ما بنسوي الكبة بالزبط نحطها هنا بس نعلي عليها النار ومحطش كمية كبيرة عشان ما هتعجنش ممسكش ببعضها نحطها هنا ولو عايز احطها مطبوخة ممكن احطها مطبوخة نسوي دا كده واسبع بلا ما تغلي هنعمل لها الطعم والناكة اللي هي الاضافات الصغيرة اللي ممكن تخليها طعمها مميز ومختلف نجيب هنا هوت شوية من السمنة هستعمل السمنة اللي هي الزبدة اللي متشال منها كل الميا وبحط باخد شوية هنا من السمنة نحطها هنا في قلب التاصة وهنعمل نوعين من السلصة بكتر السمنة لان هي داية السلصة بتاعتي السمنة هنا هتكون السلصة حط دول كده اللي اتنين هحط فيهم توم شوية توم صغيرين هنا شوية توم صغيرين هنا بس واحدة هحط فيها كسبرة واحدة هحط فيها نعناعة والاتنين بحط فيهم شوية صغيرين من الملح والفلفل ملح وفلفل هنا ملح وفلفل وممكن اللي معها الكسبرة شوية صغيرين هنا من الكوركم يبقى داية بعملها كتقلية او نحط هنا شوية تانية من الزبدة نحطوها أو السمنة ونبتدي نراجع مع بعض بسرعة احنا عملناها ازاي عملنا اللي هي باللبن حطيتها هنا وبسيبها تغلي يعني بمجرد ما بتغلي وبتستوي العجين رأياء جدا جدا فنبتاخدش وقت كتير في تسوياتها واحدة تانية حطيتها في قلب الفرن قلت بسيبها في الفرن تستوي نص سوا ونطلحها من الفرن اخدها درقتي ونطلحها من الفرن والفكرة فيها ايه اللي بتسمى منتوب وايه اللي بتسمى يعني في ناس كمان بتاخد ديت وتحط عليها شوية من الحليب يعني ممكن تاخد ديت وتحط شوية من الحليب وترجحها تانية ممكن تحط او مش الحليب اللي هو الزبادي وتحطه في قلب المرأة شوية صغيرة هنا هوت من المرأة وشوية صغيرين من التقلية يعني بحطها كده هو فيه بيحطوا التقلية على نفس الوعاء نفسه اللي هم سوينها فيه وفيه بيحبوا ان هم ياخدوا التقلية ويزينوا بيها يعني ممكن اخدها كده وحطها عليها وتبقى على المرأة نفسها نحط شوية هنا من هي الكوسبرة مع شوية الكركم وديه الطبخة زي ما قلت نصف الفورن ونصف التاني في المرأة اما النوع اللي احنا حطناها كلبنا او مع الزبادي او اللبن نجيب هنا نسخن ديه نحط القلاية نسيب داين هوا ونحطها كده وبعدين ديه تبتدت تغلي يعني دلوقتي ابتدت ديه تستوي وخلاص استوت يبقى نفس العجينة اللي اتعملت بتعمل بطريقتين باخدها وبأسقطها على طول في قلب اللبن اللي هو بيغلي وبعملها زي فكرة اكني بطبخها فيها اكني بطبخ مكرونة واتأكد انها استوت وعشان كده ما بكترش بالحشو كتير وبعمل العجينة رايقها وبتبقى ديت مع اللبن اللي هو الزبادي اللي مغلي بحطه بيض بيض مع شوية نشا صغيرين حطوهمين هوا دا كده هو ده اللي هو ممكن احط معاه نعناع فيه ناس بتفضل النعناع الناشف يعني فيه ناس بتجيوا النعناع ناشف بدل النعناع اللي هو الطازة يعني احنا عندنا بالنسبة للأعشاب ممكن حسب أنا حابب ايه حطها جده هوا وبعدين باخد اللي هي التقلية اللي انا عملها ديت بتبقى اخر حاجة بحطها يعني بحط شوية من النعناع اذا كان طازة او ناشف حسب انتوا تفضلوا ايه وهي نفس العجينة العجينة اللي عملناها باكتر من طريقة باخدها زي ما هي وادخلها الفرن واحط عليها الشربة او المرأة اللي هي مرأة الدجاج او مرأة اللحمة بكمل سويا وبطلحها وقدمها كده او اخليها مش لازم احط عليها حاجة خالص واسويها بالطريقة ديت دي ممكن يا اما بحط عليها شوية من الصلصة يا اما هنا نطفي ناخد شوية صلصة بس ما فيهاش حاجة الا الصلصة بس هنا على جن ناخدها هنا نحطها بالطريقة ديت واخليها اللي عايز ياخد قطعة ويحطها عليها ممكن يضيف قطعة ياخد من هنا قطعة ويغمسها بالصلصة او يبقى عنده الاختيار منتو اللي هو مربع مضوع مش مشكلة المهم في الفرن مع مرأة وشوية صلصة عليه بالنعناع او بالكسبرة مع التوم او شيش برك اللي هو زي فكرة الترثليني باللحمة وممكن تحشوها بانواع تانية يبقى المعجنات مش موضوع معجنات انها لازم تكون عجينة دخل الفرن بس او عجينة معمولة في العجانة وممكن يكون خبز لا ممكن تكون واجبة حسب انا هقدمها ازاي وبعملها باي فيمكن يكون طبق بداية طبق رئيسي طبق جانبي فطار او صحور اقربوا ان شاء الله نعم اشتركوا في القناة قبل ما ابتدي الحال واحنا كنا عملنا مع بعض الكفتة وقلت الفرق ما بين الكفتة وعشان ليه ما تقعش بتبقى الفكرة في طريقة تسويتها والفحم بيبقى سخن جامد جدا وفي نفس الوقت مضرد ما بحطها ديها ولا اتنين بقلبها الناحية التانية والدجاج بنفس الفكرة دهانته او حطيت في زبادي عشان ما يتحرقش لو قعد على النار مدة طولة اما نوعي البسكوت اللي هنعمله هنا انا جبت بيض بيه حطيته وبضيف عليه سكت ده بيبقى فكرة ان انا بعمل مارنج يعني بغفق البيضة البيضة وتشنبقى مارنج الخطوة الاولى ان انا بحطها على سرعة عالية فلسه ما تمسكش فهسيبه هنا هوت اثناء ما بغفقه هنا بفاعة بس سرعة شوية بعد سيبه تخفق شوية هنعمل نوع من انواع الحلويات اللي هي هيكون ممكن نسميه بسكوت المشمش المشمش جاف بحطه هنا في مياه حط معا سكر يعني حوالي كباية من المشمش كباية ونص مياه ونص كباية سكر بسيب دول يغلو لغاية لما ممكن ينسيبهم حوالي ربع ساعة لغاية لما المشمش نفسه يبقى يدوب يعني ده بيكون فكرته المشمش يتشرب كل المياه ويبقى سهل ان هو يتطحن ده تقريبا شبه جيز مش عايزه مارنج جامد بس يدوبك يتماسك والمشمش هيكون للتغطية بجيب هنا المشمش على اساس افرمه اطحانه نعم يعني عايزه يتقبوليه ممكن استعمل تين بنفس الفكرة ممكن اراسيا ممكن عجوى تم بس محتاج اضفلهم مريم ده يبقى للتغطية فلازم يبقى نعم لو عايزه احطه في مصرمة او في مصفة زي مصفة الطعام يبقى دوت هيكون هنا المشمش وباخد يناوت المارنج يبقى احنا عندنا الطبقتين اللي فوق اللي هو بياض البيت حطها هنا خلي هنا ويبقى عندي اللي ناقص العجينة ايه الفطيرة اللي انا هعملها فالعجينة اللي انا بعملها هنا نحط المكونات تبقى عبارة عن الفكرة دي هتبقى مختلفة شوية ان انا بعمل نوع هامل نوع من العجينين النهارده نوع اللي هو السبلية في الفقرة اللي جاية لكن دي هتكون عجينة طرية بصرف النظر هضيف ايه على ايه ده مش مشكلة كبيرة لكن احط هنا الزبدة الاول اضطريها نجيب معلقة نزل دي هن فيحط هنا الزبدة والمقادير اللي انتوا شفتوها دي المقادير اللي هو العجينة اللي انا بعملها دلوقتي على اساس ان فيه كان اتصال مبارح من الاخت ام غازي كانت بتقولينا عايزة رموش الست تعمل ازاي فهنوريها المكونات بتاعت رموش الست أستمحنا بنعمل العجينة دي اللي هي تكون فيها شوية من طعم البرتقان ببشر شوية برتقان ايهو شوية برتقان يعني بشر برتقان هط بيد هط هنا بيد اطرح بطريقة دي اتاكد ان الزبدة كلها نزلت تحت هنا قطعة الزبدة ديت مع السكر تدخلت وبحط معاهم شوية صغرين من الملح شوية ديكن برضو دول بحطهم مع المكونات الجافة وانزل هنا الدقيق تدريجيا بحط هنا تدريج دي وافضل ان انا اعملها بيدي يعني حاجة زي كده مش محتاج ان انا اعجينها جامد يعني ممكن اعجينها بيدي لكن الفكرة اللي احنا اعملها ينوت ان انا بسيبها تبرد يعني دي بحطها في قلب التلاجة وبالنسبة المقادير الرموش اللي هي اطلبت احنا كنا قلنا السنة دي عايزين نستعمل اللي في المطبخ فعملنا الرموش اللي هي نفس المقادير والمكونات بس قلنا انها بنحط فيها فكهة جافة على اساس نستخدم ايه اللي موجود في المطبخ عندنا طمر عندنا مش مش عندنا الحاجات دي فمقادير الرموش الست اللي هي بالفكهة الجافة ممكن تعمليها وما تحطيش فيها اي فكهة جافة لو عايزة بتعمليها زي الرموش العادية اللي هي المعتادة اللي احنا نتعودين عليها فالعجينة بتكون طرية فديت علشان اسبها تنشف بحطها في قلب قالي بحطها في التلاجة لغاية لما ديها تبقى الملمس بتاعها يبقى تبقى متماسكة شوية لان دي بتكون طريقة جدا فالمفروض احطها في قلب طبق وادخلها التلاجة اسبها لغاية لما تجمت شوية وهي ديت اللي بحطها هنا على اساس تبقى العجينة احطها في الصج كون انها فيها كمية زبدة كتيرة زي ما احنا شفنا وبتحتاجش ان انا احط لها ورق زبدة او محتاج ان انا انها تلزق فبتسهل علي فردها وحسب انا عايزها مربعة او مستطيلة فانا بقول ان ديت تكون حجمها مناسب لصاق زي كده نجد قطعة العجينة ديت وبفردها بايدي او ممكن من النشابة وبعملها رأ رؤية جدا واسناء ما احنا بنعملها رأ هناخد اتصال الو 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 السلام عليكم السلام ورحمة الله مع حضرتك محمد ابو فضل من ألمانيا يا اهلا وسهلا يا محمد اهلا شيف بصراحة يعني حضرتك روعة ده من زوقك يا محمد الله يكريم ده من زوقك شيف مش عايز اعطل حضرتك لا امنا بالعكس اهلا مسهلا في اي وقت الله يكريم يا سيد اختي بالنسبة لل انا يعني ان شاء الله داخل على ان انا افتح مطعم ان شاء الله ان شاء الله وكان عندي مشكلتين سغيرين هي بالنسبة للدجاج المشوي في الماكينة اللي هي الغاز اللي هي الروستينج اللي هي بتلف ايو نعم ييجي نفس الطعم لو ايو فاندن ييجي نفس الطعم لو عملت بالنكينة اللي هي بالكهرباء لاني انا هفتح في سنتروم في مول يعني فمانعين الغاز فعايز اعرف خلي يا ترى الطعم هيكون واحد اسألك سؤال الغاز من تحت ولا من ورا لا الغاز من ورا في الحالة دي والسبب ان انا سألتك على الساس انت هتجاوب على سؤالك انه طالما الغاز من ورا فمش معناها ان في حاجة هتنقط وتعمل زي ما عملنا في المشاوي وميطلع دخان فهي حرارة جاية مع لف الدجاج فبيسويها اه فاذا من فيش مشكلة في انها تكون كهرباء او غاز اه الا انها بس بتكون المدة والمصاريف اللي بتبقى مختلفة شوية اوكي محمد كده السؤال جاوبنا على السؤال تاعة اه في نفس الوقت واحنا بنجاوب على السؤال اللي عملنا هنا ايه جبت العجينة اللي هي اه بنقول عليها اللي هو اللي فردناها دي وبحط المشمش بجيب المشمش اللي احنا عملناه بريه واحطه فوق العجينة كله بسويه مرة واحدة بحطها هناك كده وبفرد المشمش حيث انه يبقى راء تاني في كمية سائل كفاية يعني ما يدخل الفرن مش هيجرى حاجة واخر حاجة انا قلت ان انا عايز قدرها طعم برضو وانكيها بحاجة تانية وليكن اللوز يكن فزدو ممكن نضيف اي حاجة من دول نحط راء هنا من المشمش نغطيها كلها وبعدين بجيب بياض البيض اللي هو المارينج مش محتاج ان انا اعمله طبقة عالية وكبيرة كل اللي انا عايزه يبقى يدوبك الطبقة صغيرة هنا هو تنجيب سباتشلا هنا هو نقلب بيها وبحط شوية من اللوز واقلب هم الطريقة دي وبعدين بحط المارينج اللي هو معه اللوز يبقى دي الفكرة اللي انا بعمل بيها التلات طبقات العجينة من تحت اللي هي الكيكة اللوز مع المارينج واخر حاجة بفردهم واحطهم في الفرن الفرن بيكون حرارته 180 ممكن تاخد حوالي 20-25 دي ممكن توصل لنص ساعة ولما تطلع دي ممكن تتقطع اقطع هنا في الفرن وممكن قلت ان انا ممكن احط تين او احط اي نوع من الانواع اللي هي الفكهة الجافة اي نوع من المكسرات فوق يعني عندي الاختيار دوت او دوت بعد ما بسويها بالطريقة ديت بسيبها تبرد على اساس ان المارينج اللي موجود هو لونه بتغير بياخد اللون البني وهي نفسها من جوة بتبقى او طبقات فنيجي هنا هقطع بس الحروف على اساس ان الحرف دوت بيبين لي دي العجينة ده المشمش اللي احنا عاملينه ودوت بيكون المارينج اللي احنا عملناها هقطع ديت مربعات احتمال يكونوا مستطيلات انقرر دوت في الفاصل ولما نرجع هنكمل معكم ونعمل بتيفور من السابلي نشوفكم على خير ان شاء الله قلنا في العجين العجينة الاولين اللي عملتها كانت عجينة بتبقى طرية العجينة ديت ممكن تبقى معمولة بالطريقة التانية اللي هي الاول حطيت الزبدة الاول مع السكر هنا بحط السكر مع الدقيق السكر بستعمله بودرة معهم شوية صغرين من الفانيليا بخلطهم كمكونات جفة وبعدين بضيف عليهم البيض ونضيف الزبدة خطع الزبدة اللي بضيفها مفروض تكون بردة او لو حطيتها وما كانتش بردة بعدين بخدها واضفها هنا هوت تدريجيا اخطت خطع الزبدة هنا واسناء ما هي بتندمج هنا مع بعضها هنعمل معكم بس اوقع حتة الزبدة عليها كده و كنا عملنا المارينج الطبقة الاخيرة مش مش في النص وكيك تحت ولتقض تعدول مربعات او مستطلات اسنما انا بقطعهم للتقديم هناخد اتصال وبنعمل عجينة السبلي هنعمل منه انواع تانية من البيتيفور قالو قالو سلام عليكم اهلا مارين انا كنت حداك جشيز وانت بساحة وسلام حداك بعد اذنك انا الفرن بتاعي يعني ما هوش في شوايا من فوق فرن بتاعي شغال من تحت احط البيتيفور او البسكتات فين هلس النص على درجة حرارة عالية ولا تحت على درجة حرارة منخفضة جدا اولا يا مريم انت مش محتاجة شوايا عشان البسكوت الشوايا لما تحب تحمري حاجة من فوق تحط جبنة او تحط حاجة تحمريها بتعمليها عايزة الشوايا لكن في حالة اللي انت عايزة بتعملي بسكوت بتولعي الفرن عادي جدا للبسكوت للكيك لكل الحاجات ديت بتولعيه وتحطيهم في الرف اللي في النص ده مهم جدا تحطيها على الرف اللي في النص طب درجة الحرارة يا شيك بتبقى دي حسب يعني مسلا اللي احنا عملنا ده وتعني عملنا شيش برك كانت درجة حرارة الفرن 170 وقسبناها حوالي 15 دقيقة اللي انا بعملها دلوقتي عملتها 180 وقسبتها 25 دقيقة ممكن 30 حسب المدة حسب الحجم اللي تيكت تب بيسبر البيتيفور والكحكو والبسكوت البيتيفور اللي انا هعمله هعمل العجينة دي هحطها لمدة 10 دقايق بس فإزن هي حسب نوع العجينة هي فيها سائل بتتحكم في المدة ودرجة الحرارة يعني الجميل الحوالي يا شيك بحطه في نص الفرن بحطيها درجة الحرارة بس مش نقول مخبوزات لان مش هينفع للخبز ومش هينفع يعني الخبز والبيتس او الحاجات ديت هتبقى محتاجة درجة حرارة اعلى شوية الف شكرا تؤمرين صح والسلام هنا المارينج اللي عملتوا زي ما احنا شايفين هي طبقات دي الطبقات مختلفة وعملت العجينة التانية قلت العجينة ديت بتكون طرية يعني بعمل العجينة ديت دي بتكون طرية ديت محتاجة نحطها في قلب يعني بنجيبي نو محتاجة نحطها في قلب بلاستيك عشان تتماسك وبعدين نفردها فدوت نطلعها قدامي نوات واسناء ما انا بحط العجينة ديت هناخد اتصال هلو هلو اهلا شكرا يا جورجيت تقريبا جورجيت كانت معانا على الخط ما سمعتش اما ردنا عليها فمعزرة لو تقدري تصريبين امره كمان فاسناء نفس الاسناء ديت هنوريكم المأدير اللي هي بتاعت العجينة التانية ديت طبعا انا قلت على دية سبلية لكن لو انا هعمل سبلية والسبلية الحقيقي عشان يتعمل بتبقى العجينة بتاعته وطريقة قطع الزبدة بتقطع زبدة بردة تحط في قلب التلاجة وبعدين بحط العجينة او بحط الديق وكل المكونات والبيض وعادة او ساعات ما بتحطش البيض وبعدين بتبقى العجينة طرية بس مش طرية قوي كده فباخدها بس احنا قلنا نعمل منها بتيفور فام طرينها شوية باخد العجينة ديت واحطها في قلب بلاستيك نجيب البلاستيك هنا نقفله ونعمله بالطريقة اللي انا عايزها انا عايزة تبقى مستطيل فبعملها مستطيل ديت بعملها مستطيل كده هون ودخلها التلاجة علشان لما اطلحها ابقى فريدها وتبقى سهل علي فردها وناخد اتصال الو السلام عليكم السلام ورحمة الله شيفو سامت كيف حالك حمد لله يخطوك محمد ازاي حضرتك انا من اشد المعجبين بحلقاتك وبرنامجك من تابعك من يوم كنت انت في المم بي سي ده من زوق حضرتك يخطوك محمد ومشكور وايد وايد على تعبك هذا كله شكرا شكرا شيف بغيت اسألك في بداية الاسبوع سويت الدونت نعم انا ما لحكت ااخذ المقادير اذا ممكن يعرضونها على الشاشة تحت امر حضرتك ممكن نعرض مقادير الدونت ان شاء الله لحضرتك وانحنا عملناها ملحة وعملناها عادية اهي بس انا ما لحكت ااخذ المقادير تحت امر حضرتك مشكور وايد بس بعد شيف بغيت عرف اذا فاتتني الحلقة كيف ممكن اشوف البرنامج الحضرتك بتتفرجي على بتروحي على اما شيف اسامة دات كم www.chefosama.com وبالنسبة للدونت اتمنى اثناء ما انا بكلم حضرتك تكوني بتنقلي الدونت اللي هي المقادير بتاعتها اللي حضرتك طلبتها مننا اخت محمد مزين مشكور مشكور وايد شير تحت امرك تحت امرك تحت امرك تسلم ايدك تسلمك بالنسبة للبسكوتين هو قلت ان انا بعمله وحطه في قلب التلاجة ولازم يكون بارد يعني بعد ما بحطه كده ممكن يبقى عندي هنا الصاج اللي هحطه عليه وقطعه عليه مباشرة او يفضل ان انا اجيب ورق زبدة واحطه عليه يعني بفريده على ورق زبدة يبقى في الحالة دات مش محتاج ان انا امقله علشان ما يلزقشي وتبقى صعب علي فبحط ورقة زبدة وبعدين بنقله عليها ونيجي نشكل دوت ممكن ده العجلة نفسها ممكن اعملها بسكوت ممكن اعملها باي اشكال انا عايزها فلو قطعتها زي وردات نحط هنا وردات بالطريقة دي نجيب الصاج اللي هنحطها في بنحطها هنا زي وردات ونشكلها فعندي اختياري اما بخليها وردة زي ما هي كده او بجيب واعمل ورد صغير يعني هي نفسها قطعها ورد صغير او اعملها فيها دايرة من جوه يبقى ده اكتر من اختيار يعني بنعملها بالطريقة ديت او بالطريقة ديت او اخدها هي نفسها العجينة نفسها وحشيها بنعملها حشوات مختلفة نقطع العجينة بنسبة للحشوات ممكن اجيب حاجة زي الملبن الوان ونحط قطع من الملبن جوه هنا ممكن يكون عندي اخدر ممكن يكون لو طبعا كل ملبن وكل نوع في ناكة معينة وبحطهم واقفلها اقفل العجينة دي على اساس ان كل قطعة بحطها بيكون فيها لون او ناكة انا عايزها فنلف دي كده اهو بس نعمل النص بعملها بالطريقة دي وبضغط عليها بس اتاكد انها قفلت بمجرد ما بتقفل كده ابتدي نحطها في قلب الساج نقطع فيبقى عندي واحدة من الملبن وبقطعها هنرسوهم جنب بعض طبعا الساج ممكن واحدة تكون بتاخد درجة حرارة او بتاخد وقت اطول اقطعها هنا قطعهم كده ودول بيبقوا انه هو فكرة النفس العجينة السابلي اللي احنا عاملنا بنعملها باكتر من شكل ممكن قطعها بالجنب هنا يباني الالوان اكتر ويكون احجامها مختلفة ممكن تبقى مربعة ممكن تبقى مستطيلة ممكن دول ادهنهم بحليب او بيض مع حليب ودخل دول في الفرن بعد ما بسويهم بيبقى عندي الكمية اللي هي مستوية ديتها دي اللي بشكل بيها وبعمل بيها ازين بالشكل اللي انا عايزه وبالطريقة اللي انا عايزها نحط انهوت القطع دي ونبتدي نشكلها فانا لو عندي اللي هي الوردة ديت الصغيرة ممكن بجيب طمر واحط قطعة من الطمر مش محتاجة احط حاجة كتير عليها وبحط فوق الطمر قطعة من الشوكولاتة نفسها او قطعة من الملبة نفسه ممكن اجيب الوردة بحطها هنا هو حط شوية جناش صغيرين وحط الوردة عليها بس يا دوبك تشبك فيها وممكن ساعتها بنحط عليها بندقة او على الوردة نفسه من غير حاجة وحط البندقة فوقيها فبيبقى فكرتها حاجات بسيطة المربة نجيب مربة وبدهن المربة وحط شوية فزدق يبقى اذا بشكل كل واحدة بطريقة مختلفة ممكن نحط جناش وشوية من الفاكهة الجفة الملونة حط هنا شوية صغيرين هنا من الفاكهة الجفة الملونة يبقى كل واحدة بعملها بشكل مختلف وبقطعها بطريقة مختلفة وتزيينها ممكن يكون اكتر من طريقة نجيب شوية من الشوكولاتة اللي احنا عملنا هنا وازين بها شوكولاتة غمقة حبة صغيرين هنا وشوية صغيرين للتزيين نتأكد ان احنا نفتحها هنا صغير نعمل لها فتحة صغيرة وبعدين نرسهم جنب بعض ونشوف احنا عايزين نزيينهم ازاي نشيل كل ده هنا هون كده في الجنب ولو حابق احط عليها من فوق شوكولاتة هناخد اتصال من اخته معالي ونرس دول في الطبق او نزيينهم بطرق مختلفة قالوا مع الزراية اخته معالي برضو الاتصال راح مننا فهنيجي نزيين دول اللي انا عايز احط عليهم شوكولاتة ممكن احط عليهم قطع من الفوزدو او اللوز الزق بمربا او اللي احنا لزقناها بمربا كنا عملنا الاسهل حاجة بجيب المربا وحطها وحط عليها شوية هنا من الفوزدو او شوية صغرين من جوز الهند او لو حابب ممكن نجيب شوية صغرين هنا من الفاكهة الجفة واعملها اكينها وردة نحط دول هنا هو مزيينين بالمكسرات فتبقى حجمة بسيط اطمة صغيرة حاجة او من نفس العجينة وعملين شوية بنفس الفكرة هنا هو ممكن نحط دول كده ونعمل طبق تاني وزي ما قلنا ان احنا في خلال الاسبوع اللي جاي بازن الله هنزود المكونات بتاعت او هنزود الحاجات اللي هي بتاعت البتيفور والكحك والبسكوت والغريبة ونعمل حلقة خاصة كمان للاطفال اللي هي هتكون مخصصة ليهم وهنعمل فيها كله هيبقى انواع من الخبز للاطفال وحلويات للاطفال ونيجي نهود في المكان اللي احنا بتدينا منه على اساس هنعمل الحلويات ونبتدي نروس بقية الحلو اسنان احنا بنستعرض ايه اللي عملنا احنا عملنا مع بعض النهاردة ابتدينا باول حاجة كان الكباب قلنا هنعمل الكباب كانت كباب من الدجاج وكباب اللي هو او الكفتة ممكن نفس فكرة اللحمة نعملها او نعمل الفراخ بنفس فكرة اللحمة اللي هي الانواع اللي قدامكم اللي احنا عملناها سوا او بحش البتيفور بتاعي برقات بعملها كيكة وفوق الكيكة دي بنحط شوية صغارين من الطمر او التين او المشمش ومرنج من فوق خالص مع شوية صغارين من المكسرات واخر حاجة عملناها كان البتيفور بداية للتحضير للعيد اما تزينه وتشكيله اثناء الاسبوع نتكلم عليه بطرق مختلفة اتمنى اللي احنا عمناها لنردكم اتمنى لكم صوموا مقبولا ويفتران جاية